كما أكد وزير الخارجية سامح شكري سعي مصر لتحقيق كافة تعهداتها والتزاماتها بشكل ملموس إزاء قضية المناخ وأعرب شكري خلال جلسة الاستماع لأراء عدد من الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ أعلن عن شكره العميق لوزراء الدول المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ على دورهم الفعال خلال الأيام الماضية في تحقيق التقدم والمساعدة على إيجاد حلول بناء إزاء قضية المناخ خلال هذه الأيام الأخيرة فريق الرئاسة وأنا عملنا في مشاورات مكثفة مع الميسرين الذين نود أن نتقدم إليهم بخالص الامتنان على الجهود التي بدلوها وذلك لإتاحة الأمور وتوفير الانفتاح في المناقشات التي وكلت إليهم وأعلم أن نتائج هذه المداولات ونقاشات قد جاءت بنا أو وصلت بنا إلى موقف لدينا فيه ثقة في النتائج التي سنحققها وكذلك ندرك أن الساعات القادمة ستحمل الكثير من المشاورات الثنائية والمشاورات الأكثر اتساعنا مع الرئاسة ترجمة نانسي قنقر